مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي قطاعهم و تعطيهم المياه كين يديرون بطريقة أخرى ديال هاد الشرابات كما تشوفوا معايا انتم مرحبا كين واحد الحلامات مهم كل واحد كيف يقدم المياه الأراني ولكن هالحلقة غادي نقسمها لشقين كين الناس ديال البادية و كين الناس ديال المدينة يعني اللي عندهم الماء ديال الصونبور ديال الروبيني يعني بالدرجة العادية ديال الروبيني الماء ديال الروبيني اذا الناس اللي عندهم يعني الروبيني طريقة ديال تقديم ديال المياه إلا رحتم معايا مني كتحلوا الماء يعني جميع المناطق المغرب يعني كنهضر على المغاربة يمكن يقدر يكونوا تاب بولدان اخرين يعني الدول اخرين ولكن احنا كنهضروا على المغرب يعني كتحلوا الروبيني كتكبوا واحد الماء يعني اش كتلاحظوا؟ كتلاحظوا انه في اللول كيكون يعني فيه واحد كشكوشة هذيك الكشكوشة راه الكلور هذيك الماء راه مداوي يعني كتديروا الكلور هذي الكلور اسمه ماشي موذر ولكن راه خاصه تخليه يرقد كيفاش تخليه يرقد؟ يعني في العود ما غتعطيه الالانيب ديالكم مباشرة المياه الماء ممكن انكم تخزنوها في واحد القرعة مثل هذي مثلا قرعة بحال هكا بحال هذي الشكل ممكن انكم تخليوها في قرعة بحال هكا او قرعة بصغيرة وذا بيبغيتون قرعة دير عشرة يطره مثلا ماشي مشكل اذا طريقة وهي كالتالي انكم غتكبو المياه وتخزنوها بحالي كتخزنوها كتخليوها واحد الليلة كاملة وتعطيوها لهم ما كينتم مشكلة قادية ديال الناس اللي اللي كيخافوا على الالانيب ديالهم من الحرارة اسمو غادي جيون في العقل ديالهم غادي يقولوا باللي غادي نشدوه يعني فوقي تذيك الدروة يعني ديال الظاهرة يعني اللي كتكون يعني الشمس حارة ونشدوه نعطيوهم الماء من كلاجة كنوا متأكدين اننا غادي توادعوا مع ذلك الالانيب يعني بالداريجة بلا ما نزوقوش هاد يلعطيتهم الماء اللي بقيته ديال يعني الدروة ديال الحرارة وهذاك المياه باردة يعني من التلاجة كيسموك يوقع ان المصام ديالهم ما كيحتملوش هذيك دراجة الحرارة الباردة مباشرة كيموتو تحلم واحد كي يعني هادشي واحد المدة واحد السيد دار هالطارقة هذي كانت عندو واحد يعني ثلاثة الخلفات ولا يعني عدد لا بأسا به وكان كبرهم زيان الا انه كيتفاجئ انه كيعطيهم الماء بارد يعني من التلاجة يعني كيقول غادي نخفف عليهم يعني بحالهم بحال الانسان انه كيقول غادي نخفف عليهم من يعني من العناء ديال الصهد وديال الحرارة قال شنو شنو نعطيهم نعطيهم ماء من التلاجة ماء بارد شنو كيوقع كيوقع انهم كي 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 الكرش ديالهم يعني الجهاز الهضمي كي كيقاء واحد يعني تغير في درجة الحرارة درجة الحرارة وكيتفاجئ بهم كأنهم كيموتوا هذا الشق الاول من الحلقة الشق التاني وهو انهم يكونوا في البادية الناس ديال البادية معروفة انهم ما عندوش ماء صنبور يعني اسمه احنا كنا ندرون الناس اللي كيشبدو المياه من الابار من البيئر شنو كيوقع كيلقاوا ان الانامي ديالهم مع المدة كيولي البول ديالهم عزاكم الله كان اعتذر على الكلمة هادي ولكن يعني المشكيل انكم تلقاوا ان المياه ديال الابار يعني فيها مخلطة بواحد التراب يعني ضروري ان خصة تصفة وخصة تصف فيها كيبقى فيهم هاديك كيبقى فيهم هاديك المشكيل طريقة وهي انكم تشدوا واحد العشرة يطرون مثلا ولا عشرين يطرون لا وتدلوها على النار يعني تسخنوها لواحد درجة معينة وتقدموها الانامي ديالكم وكونوا متأكدين انها غادي يتبدل عليكم الانامي ديالكم ما غاديش يبقوا يرميوا ذاك الماء يعني البول ديالهم ميكونش احمر ومدمن إذن طريقة سهلة بالنسبة للناس اللي عندهم الأرانيب ديالهم في المدينة وبغوا يحافظوا على الأرانيب ديالهم كواقاية أنهم الأرانيب ديالهم ما يعطيهمش الماء من الصنبور مباشرة وحتى الإنسان يعني بتال البشر يحاولوا أنكم متأخذوش الماء من الروبيني مباشرة خليه إما تسخنوه ممكن أنكم تسخنوه ممكن أنكم تخليه واحد لمدة عا تشربوه ما تشربوش بالكشكوشة ديالهم هنا راك تؤثر على المعدة بواحد شكل سيلبي كين قضية أخرى وهو الشكل ثاني من الحلقة وهو بكل بساطة المياه ديال الأبار ما تعطيوهاش الأرانيب ديالكم راك تؤثر لهم على المعدة ديالهم سخنوا هذا كل ما وعطيوه لهم الصحة والرحاء إن شاء الله كنشكركم على التعاريق طيبة ديالكم حلقة مهمة حاولوا أنكم تفهموش ناشنوه يعني تعملوا بدكاء مع كيفش تعطيوه الأرانيب ديالكم لهم المياه يعني حركة بسيطة ممكن أنكم تحتفظوا على الأرانيب ديالكم الحلقة ديالنا رسالات ما تنسوناش بجر زير جامد كي ولا زير الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة